من باريس إلى لندن فبرلين وبولندا ووصولان إلى أمستردام وروما وربما عواصم أوروبية أخرى أمثلة كثيرة وحوادث وقعت قد تدل على أن الخطاب العنصري والتمييز قد بدأ بالاتساع في بعض المجتمعات الأوروبية هل فعلا العنصرية بدأت تتحول إلى شأن عام في أوروبا وأصبحت ظاهرة أم أنها حالات فردية مزاج المجتمعات الأوروبية وثقافة الشارع فيما يتعلق باللاجئين والأجانب وخاصة المسلمين موضوع نناقشه اليوم مع ضيوفنا في الستوديو أرحب بضيفي السيد يوب يانسن صحفي هولندي متخصص في حركات اليمين الشعبوي في موقع دويتس لاند نيوز الإخباري يهلا بك وأيضا أرحب بضيفي من باريس المحلل السياسي السيد مصطفى توصى يهلا بك معي سيد توصى إذن نبدأ هذا النقاش مع السيد يانسن ضيفي في الستوديو يهلا سيد توصى نبدأ هذا النقاش وسؤال الذي يطرح نفسه والجميع يتحدث عنه أصبح المواطن الأوروبي بالفعل أكثر عنصرية من قبل من وجهة نظرك أنا لا أعرف إذا كان ممكنا القول بذلك ولكن العنصرية أصبحت علنية أكثر من السابق الشعبويون اليمينيون وحركة بيجيدا وما شابه فهم يعطون شعورا للمواطنين أنه أصبح من المشروع أن نتحدث عن هذه المواضية بكل صراحة وبشكل عنصري وإن قال أحد المواطنين أنا ضد المهاجرين وجميع المهاجرين من المجرمين فهو يشجع الآخرين على قول ذلك أيضا وهو يعطي شرعنا لمثل هذا الخطاب العنصري الذي نعرفه من الشبكات الاجتماعية أيضا وفي الشارع في نفس الوقت وفي هولندا وفي ألمانيا في حركة بيجيدا وما إلى ذلك فهذا يشجع الناس سيد توصى أريد أن أخذ برأيك بهذا الموضوع فيما يتعلق على الأقل ربما بفرنسا الخطاب الشعبوي هل بالفعل أفلت من المنابر السياسية وانتقل إلى ليس فقط الشارع بل انتقل أيضا إلى النخب الثقافية وأيضا النخب الإعلامية وحتى يعني النخب الاجتماعية من وجهة نظرك ظاهرة أم حالة فردية لا هي ظاهرة تقريبا مجتمعية حاليا فأنت تتحدثين عن النخب الإعلامية والثقافية لا ننسى بأن كتب رجلين مثل ميشيل البويك وإيريك زيمور عندما كتب أطروحات معادية للمسلمين وعنصرية بطريقة مكشوفة مفضوحة لاقت نجاحا كبيرا في السوق الإعلامية الفرنسية هذا يعطينا بأن هناك مود هناك مزاج فرنسي أصبح أكثر استقبالا للخطاب العنصري فبينما مثلا في تسعينيات القرن الماضي كان الشخص العنصري الفرنسي يهمس بعنصريته في الأروقة أصبح الآن يفخر ويجاهر بها في وسائل الإعلام وأصبح الخطاب العنصري شيئا طبيعيا هل هذا له علاقة بالتطورات التي تعيشها هذه المجتمعات الأوروبية وهذه الثورة المحافظة التي تضربها آتية من الولايات المتحدة ومن بعض المناطق الأخرى ما هو أكيد وهو أن الخطاب العنصري أصبح يلقى آذانا صاغية في الشارع السياسي والإعلامي الفرنسي السؤال الذي يطرح إذا كانت هذه الحالة تتكرر حضرتك ذكرت سيد توصى بأنها ربما قد تكون هي ظاهرة الآن تتكرر من مجتمع إلى مجتمع آخر داخل أوروبا وسؤال هنا لضيف السيد يانسن ما الذي هيئ هذا المزاج في الشارع الأوروبي بعدنا نتحدث عن بعض المجتمعات الأوروبية الخطاب العنصري قال السيد توصى هو شيء طبيعي أصبح الآن وحضرتك أيضا ذكرت هذا الموضوع ما الذي هيئ لهذا الانفتاح في العنصرية وبشكل علني لم يكن هذا موجود في السابق هنا في أوروبا أعتقد بأن العنصرية كانت موجودة بشكل أو بآخر في المجتمع من قبل أيضا وكما قلت العنصريون اليمنيون أو الشعبويون ليسوا دائما عنصريين بمعنى الكلمة حتى القاضي الذي حكم على خيرت فيلدرز في هولندا اليوم لم يقول أنه عنصري ولكن كثير من الناخبين والناس والذين ينظمون أنفسهم ضد المهاجرين هم من العنصريين والآن يعتبرون خيرت فيلدرز كأنه ضحية الدولة وهم يشعرون بشرعنا جديدة هذه الشرعنا الجديدة ما أسبابه من وجهة نظرك سيد توصى؟ حضرتك أيضا تحدثت عن أن الأمر أصبح شيء طبيعي لماذا؟ ما العوامل التي أدت إلى ذلك؟ لماذا؟ لأن العوامل هناك عاملين أساسيين العامل الأول وهو موجات الهجرة التي تعرضت لها أوروبا هذه الهجرة القادمة من الشرق أو من ليبيا شكلت بطريقة واضحة تهديدا على استقرار هذه المجتمعات الاجتماعي والسياسي والأملي والعنصر الثاني هو التهديدات الإرهابية والعمليات الإرهابية التي هزت بعض العواصم الأوروبية في الأشهر القليل الماضية هذا حرر الخطاب العنصري وأصبح أصابع الاتهام توجه إلى بعض الجاليات وبعض الأقليات وتوجه أصابع الاتهام بأنها بيئة حاضنة لهذا الفكر المتطرف الإرهابي ومن ثم تحررت الكلمة الإرهابية وتلقفتها بعض القوى السياسية مثل اليمين المتطرف وجعلت منها شعارا انتخابيا تعبئ به قواعدها الانتخابية ما يثير الانتباه هو أن هذه الظاهرة ليست نعم عذرا ما يؤثر على ما الشرع يؤثر على النخب السياسية أما النخب السياسية هي من تؤثر على الشارع يعني الجمهور عايز كيدا إذن نذهب بهذا الاتجاه من أجل الانتخابات وأصوات الناخبين أنا أعتقد بأن طرحك الثاني هو الجمهور عايز كيدا لذلك أن نتبنى هذه الأطروحة مثلا رجل كفرانسوا فيان وهو أيقونة اليمين التقليدي عندما شعر بأنه يجب أن يركب هذه الموجة العنصرية الرافضة للأجانب الحاقدة على الإسلام تبنى عدة الطرحات متطرفة وقالها صراحة قال أن فرنسا ليست بلد متعدد الثقافات وتبنى مواقف متطرفة ومن ثم ساهمت هذه المقاربة في نجاحاته في تمهيديات اليمين التقليدي وجعلت منه رقما أولا وساهم في خروج نيكولا ساركوزي وألان جيبي هذا هو شيء الذي يشرح هذا النجاح لكن أريد أن أثير فقط فكرة أساسية وهو أن هذه الموجة العنصرية التي تهب على أوروبا لا يبدو أنها استثنت أيضا بعض مناطق من المغرب العربي فمثلا عندما نجد شخصية مثل فاروق قسنطي وهو مدير رابطة حقوق الإنسان الجزائرية يتهم المهاجرين الأفارقة بأنهم ينشرون السيدة في الجزائر والأيدس في الجزائر لكي يعلل المقاربة الأمنية التي تتبع من طرف الحكومة الجزائرية تجاههم فهذا يعطينا فكرة بأن هذه الشعبوية وهذه العنصرية أصبحت موجة وريحته وريح تهب أيضا على بلدان المغرب العربي وعلى أوروبا نحن نتحدث عن أوروبا شكرا لك على هذه الملاحظة ولكن نركز أكثر على أوروبا هناك تعليق من السيد يانسن على مقلته سيد توسا تفضل سيد يانسن نعم أود أن أرد على ذلك لأنني أعتقد أن ما ذكرته هو الأسباب الأخيرة أو أدواف الأخيرة التي تجعل الناس يعبرون عن كريتهم ولكن هناك أزمة بنيوية في أوروبا أيضا نظام الأحزاب لم يعد يعمل كما كان والأحزاب تفقد الكثير من العضاء وهذا موجود منذ عشرين أو ثلاثين سنة في أوروبا لأن جزء من المجتمع يشعر أنه غير ممثل والذين يقودون هذه الأحزاب أصبحوا على مسافة من أشعب ومن الناخبين وهم من الشرائح الدنيا والأقل تأهيلا وتعلما والسياسة أصبحت أكثر تعقيدا فيشعر هؤلاء الناس أنهم غير مسيطرين على حياتهم وبالفعل يأتي أيضا مهاجرون جدد ولكن أيضا هناك مشاكل في أوروبا وأزمة في أوروبا وهناك شعور لدى الناس أنهم لا يستطيعون أن يقدروا بشؤونهم بسبب الاتحاد الأوروبي والكثير من السياسيين يجعلون أنفسهم أو يقدمون أنفسهم أنهم أقوية ولكن سلطتهم محدودة جدا وبالتالي لا يمكنهم تحقيق وعودهم الانتخابية هذا التململ في الشارع وحتى الذي طال أيضا النخب التي نتحدث عنها بعيدا عن السياسة النخب الثقافية الفكرية وأيضا الاجتماعية هذا التململ سوف نعطي مثال عليه كيف يتم استغلاله وهنا أريد أن أخذ مثال فرنسا مارين لوبان وهنا أطلب من فريق العمل أن يساعدني في ذلك زعيمة اليمين الفرنسي هي تتوعد اللاجئين ومعظمهم من المسلمين بحرمان أطفالهم من الصحة والتعليم هي حاولت قدر الإمكان أن تبرر هذا الأمر ولكن نستمع إليها ونعلق أيضا مع السيد توصى على مقالته هذه المقترحات ليست جديدة وأنا أعتبر أن التعليم المجاني والإلزامي لأبناء المهاجرين غير الشرعيين يشجعوا على الهجرة وهذا يجب أن يتوقف وأنظر في إمكانيات تحديد فترة انتظار أمام الأجانب الذين يأتون للعمل في بلدنا قبل أن يسمح لهم بالاستفادة من الخدمات العامة والحماية الاجتماعية سيد توصى يعني هذا التململ لنقل في بعض المجتمعات الأوروبية من الوضع الاقتصادي من وضع الصحة التعليم إلى ما هناك عندما يأتي لاجئ ويعني يأخذ أموال من الدولة كمساعدات ألا يشعر ذلك المواطن الفرنسي على سبيل المثال بأنه يدفع الضرائب وفي النهاية هذا اللاجئ يأخذ هذه الأموال ويستفيد منها وهو لم يستفد إلى حد ما ربما من الشيء الذي يريده من الدولة هل هذا ما تريده السيدة مارين لوبان أن تعبر عنه وتستفيد من هذه الثغرة الموجودة حاليا؟ نعم بخصوص مارين لوبان أيقونة اليمين المتطرف هناك فكرة يجب تذكير بها لفهم هذه الخطوة مارين لوبان عندما استولت على حزب الجبهة الوطنية حاولت أن تبعد عنه كل التهم بأنه معادل السامية معادل المسلمين حاقد على الأجانب لكي تجعل منه قوة سياسية طبيعية يمكن أن تدخل غدا إلى مقاليد السلطة وتتبوى الحكم كانت هذه هي الاستراتيجية التي فرقتها عن الاستراتيجية التي تتبعها أبوها جون مارين لوبان لكن مع تطور الأحداث ومع تطور الأوضاع داخل عائلة اليمين ومع فوز فرانسوفيان الذي تبنى خطابا يمينيا متطرفا شعرت مارين لوبان بأن هناك خطرا حيويا عليها وعلى مقاربتها وأرغمت إلى أن تتعبر عن خطاب أكثر تطرف ومن تم هذا الاستهداف لأبناء المهاجرين وحرمانهم من التعليم المجاني كانت هي في الماضي تقول وأبوها يقول بأن الأفضلية يجب أن تكون للفرنسيين على حساب المهاجرين وهذه اليوم تستهدف أبناء المهاجرين الهدف الأساسي والرسالة واضحة وهو محاولة استقطاب الشارع السياسي الفرنسي الذي تعبأ ورأى فرانسوفيان ورأى فيه حاملا لشعارات اليمين المتطرف هل ستنجح في ذلك برأيك سيد توصى؟ لهذا المخزون للانتخابات؟ هل ستنجح إلى أي مدى الشارع بالفعل يتململ من وضعه الاقتصادي؟ نعم ربما ستنجح لاستقطاب بعض شرائح المجتمع الفرنسي فلا ننسى مثلا هناك ظاهرة لعب عليها بعض رموز اليمين واليمين المتطرف مؤخرا أنهم في الحالة العادية لا تستطع الدولة الفرنسية أن تجد مأوى لبدون سكن هناك ناس ينامون في الشارع لكن عندما جاءت أمواج المهاجرين تجندت وتعبأت الدولة الفرنسية لإيجاد مأوى لهؤلاء المهاجرين وقالت هذه الأصوات هل الدولة الفرنسية غير قادرة للتجنيد وتعبئة مواردها لبدون سكن وتعبأت للمهاجرين واستعملت هذه الظاهرة بخصوص أبناء المهاجرين صحيح أن اللاجئين يأتون إلى فرنسا ليس حبا في فرنسا ولكن هربا من جحيم الحرب ومن جحيم الحرمان وعلى فرنسا وهي قيمها ومسؤوليتها التاريخية أن تستقبلهم وتتعامل معهم كلاجئين بالمفهوم التقليدي ولكن هنا التناقض أوروبا معروف عنها هنا السؤال لحضرة الطائفة في الستوديو سيد يانسون أوروبا معروف عنها إذا كان ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها أو هولندا معروف عنها بأن هناك مبادئ وقيم تتعلق بحقوق الإنسان تتعلق بالديمقراطية يعني عندما هذا التململ يأتي من الشارع وهو موجود كما ذكرنا والآن أصبح أكثر مفضوح ماذا يعني ذلك لكل الذي تنادي به المجتمعات الأوروبية من قيم وأيضا مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان الديمقراطية إلى ما هناك؟ أعتقد بأن على أوروبا أن تخترع نفسها من جديد القيم الديمقراطية والليبرالية التي كانت السياسة الأوروبية تمثلها ومعظم الأكاديميين والصحفيين هم الآن على المحاك من قبل أقلية لا تزال أقلية هؤلاء الشعبويين وبالتالي فساستنا عليهم أن يوضحوا تماما ماذا يعني أن يظل المجتمع لبراليا ومتعدد الثقافات في زمن الاستقطاب في أوروبا حتى لو جاء مليون من اللاجئين إلى ألمانيا وليسوا جميعهم من الديمقراطيين هم أيضا وبالتالي هذا أيضا امتحان جديد للديمقراطية الليبرالية وهذا تحدي كبير بالنسبة لأوروبا والسياسة الأوروبية من أجل إعادة الارتباط مع الشعب وكما قلت فمنذ عشرين ثلاثين سنة هناك تفكك نوعا ما ومنذ السنوات الأخيرة يتضح ذلك أكثر لأن أصبح لديهم تمثيل سياسي وأشعبويون اليمينيون فهم يطرحون أسئلة جوهرية والكثير من السياسيين يطرحون أسئلة اقتصادية فقط هل نحتاج إلى عناصر شرطة أكثر وزيادة مئوية معينة هنا ولكن هؤلاء اليمينيون يقولون ماذا يعني ذلك بالنسبة لهوية عندما يأتي هذا العدد من اللاجئين والمهاجرين ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء ولحقوق المثليين وهذه مسائل أساسية ويجب أن نتعامل معها بجدية أيضا من قبل السياسة ولكن السياسيون لا يفعلون ذلك إنما يكتفون باتخاذ بعض المواقف اليمينية ولكن هذا ليس هو الطريق الصحيح يجب أن نكون واضحين ويجب أن نضع النقاط على الحروف ويجب أن نقول بأن العالم أصبح معولما وهناك الكثير من الهويات ويجب أن يكون هناك أمان لجميع المواطنين سيد توصى هل تشارك السيد يانسن الرأي أيضا في هذه النقطة يعني إذا كنا نتحدث عن ظاهرة الآن في المجتمعات الأوروبية وتحديدا في المجتمع الفرنسي هل يخشى على الجمهورية الفرنسية ومبادئها تحديدا؟ ماذا يعني ذلك؟ ولو باختصار لو سمحت نعم هناك خطر كبير من أن مبادئ الجمهورية بأن أسس الجمهورية مهددة في حال وصل اليمين المتطرف إلى مقاليد السلطة فهو يريد أن يعيد النظر في عدة مكتسبات في نموذج سياسي واجتماعي وهو خطر كبير لذلك صراحة حتى بعد أن يطلق اليمين المتطرف تصريحاته النارية في نهاية الأمر وفي آخر المطاف الكل يعول على تكوين جبهة جمهورية مكونة من اليمين التقليدية ومن اليسار لتضع وتصنع سدا منيعا يمنع هذا اليمين المتطرف من الوصول إلى الحكم وقع ذلك في تجربة عام 2002 والكل يتوقع أن تحصل في السنة المتطرفة سيد توصى هل تشاركني القلق؟ هل تشاركني القلق؟ يعني تتحدث عن جبهة؟ نعم تتحدث عن جبهة للوقوف كسد منيع مقابل اليمين المتطرف ولكن عندما هذا الخطاب العنصري أو التمييزي عندما ينتقل ليس فقط من النخب السياسية هذا ما أريد أن أركز عليه صراحة عندما ينتقل أيضا إلى النخب الثقافية وأيضا الفكرية وأيضا الاجتماعية كل هذه الجهود هل ستذهب سودان؟ أم أنه لأنك أنت لا تعالج فقط الأحزاب اليمينية هي أصبحت هذه الظاهرة منتشرة في أماكن أخرى لها تأثير أيضا على المواطن وعلى الشارع ما رأيك؟ نعم في النخب الفرنسية والثقافية تواجد النبرة العنصرية ليس جديدا ففرنسا الاستعمارية كانت دائما تنظر إلى الأقليات كانت دائما تنظر إلى الهجرة الأتية من جنوب المتوسط ومن الساحل الأفريقي بنظرة استعلائية دونية عنصرية هذا ليس جديدا ما هو جديد اليوم وهو أن هذه النبرة لم تجد أي عقد للتعبير عن نفسها جهارا وذلك يتناغم مع الجو العام الذي تعيشه أوروبا ويتعيشه الولايات المتحدة عندما يصل شعبوي ودماغوجي كدونالد ترامب إلى الحكم ويحل عقدة اللسان ويحل هذه العقدة ويجعل المعنصريين يتبنون عنصريتهم بكل فخر واعتزاز والعوامل موجودة أيضا على الأرض كما ذكرنا من التحريض ضد اللاجئين وكل هذه الأمور ساعدت دعوني أخذ مثال آخر عن برلين ما حدث في برلين أيضا لفت نظرنا هذا الأمر العاصمة الألمانية برلين شهدت حادثة أثارة موجة من الغضب وتحدثت عنها صحيفة ديرج بيغل الألمانية الأسبوع الماضي عن شابة مسلمة تقدمت ببلاغ ضد سائق ترامب تتهمه فيه بإجبارها على النزول من القطار بسبب ارتدائها الحجاب حسب رواية الفتاة السائق قال لها عبر المكبر لدى ركوبها القطار أنه لا ينقر ركابا يرتدون الحجاب وأن بقية الركاب لم تتدخل لدعمها ضد السائق سيد يانسون هل يقلقك هذا الأمر أم أنها حوادث فردية نعم هذا يقلقني بكل تأكيد نحن شاهدنا أيضا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه تعرض الكثير من البولنديين في بريطانيا للهجوم أو الاعتداء بالطبع يقلقنا ذلك ولكن يجب أن نكون حذرين أيضا هل هذا يظل فعلا على نزعة جديدة أنا أعتقد بأن الجزء الأكبر من المواطنين في برلين وفي لندن أيضا ليسوا عنصريين وأنا آمل أن يبقى الأمر كذلك ولكن هذا يعني أيضا أن السياسيين يجب أن يكون لديهم فكرة مختلفة عن النظام السياسي أو أن يوضحوا ما يريدون من ناحية الشكل التعاون أو التعايش المرغوبة واضح سيد توصى لابد أيضا من وجود أمثلة كثيرة حدثت في فرنسا ولكن هناك ما يتهم أيضا وسائل الإعلام بأنها تلعب دور للتحريض وأيضا لتأجيج هذه المشاعر هل تتفق أيضا مع هذا القول؟ نعم هناك بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي بنت مجدها الإعلامي والسياسي والإشهاري حول هذه الأحداث هي تركض وراء مثل هذه الأحداث وتضخمها وتهولها وتساهم بطريقتنا أو بأخرى في زرع هذه النعرة العنصرية هذا شيء طبيعي لكن في نفس الوقت هذا يتلاءم أيضا مع الجو العام الذي تعيشه فرنسا والتي هي خائفة على أمنها من الإرهاب خائفة على استقرارها الاجتماعي من الهجرة وتنتظر هذه القيادة الحزبية أو السياسية لكي تعبر عن هذا الخوف وتترجمه في الانتخابات المقبلة اليمين المتطرف حاليا ديما في فرنسا وصل إلى 30% من الأصوات وهذا شيء خطير يعني يتطلب من المجتمع الفرنسي إلا إذا أراد أن يحافظ على النظام الجمهورية والنظام السياسي الديمقراطي والقيم التي أسست فرنسا فعليه أن يطور على هذا اليمين المتطرف وأن يرغمه على تحجيم دوره في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يدهمني الوقت ولكن لابد أن أخذ هذا المثال من هولندا كون ضيفي أصلا أصل من هولندا مثال من هولندا المعلق الرياضي الشهير يوهان ديركسون تعليقاته على الصحفية السمراء سيلفانا تيسموسون عضو في حزب دينغ المدافع عن الأجار نستمع إلى مقاله وأريد أن أركز في الختام مع ضيف يانسون على موضوع الإعلام ودوره سيطور الالام نعم هو يقول هنا أنها كانت فخورة كالقرد طبعا كان غير موفق في اختيار هذه العبارة السيدة سيلفانا انضمت إلى حزب للمهاجرين وهو حزب حديث العهد في هولندا وهذه حالة مثيرة أيضا الاثنين من الأتراك وهذه السيدة من سورينام انضموا إلى هذا الحزب وتلقت الكثير من الانتقاد لأنها وقفت ضد الشعبويين نعم شكرا لك سيد يوب يانسن للأعلام دور مهم في التوعية عوضا عن التحريض وأشكرك أيضا ضيفي سيد مصطفى توسى شكرا جزيلا لك على رأيك القيمة مشاهدين الكرام الشكر لكم ابقوا معي أفريقيا هل أصبحت الساحة الجديدة للسباق الاقتصادي والسياسي بين المغرب والجزائر هذا موضوع في الجزء الثاني ابقوا معنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة